الضربة الاقتصادية للكورونا تداعياتها مستمرة ومتوقعة وعليه نصدف الآن في الستوديو نبيل أرملي الخبير الاقتصادي أعطيك العافية أستاذ نبيل توقعات كثيرة وتكهنات وعنوين كثيرة ما هي توقعاتك وكيف ترى أنت المشهد كمحلل وخبير اقتصادي المشهد بشكل عام سيء جدا حاليا نحن لا نتحدث عن توقعات وترجاعات اقتصادية نحن في خضم أزمة اقتصادية عالمية بدأت تتشكل وبدأت تظهر وادرها بشكل جدا واضح في الأسواق العالمية وفي عمليا غالبية دول العالم وبالذات في دول العالم الغربي الأزمة الاقتصادية تضرب هي على مستويين هو مستوى أسواق المال أسواق المال يعني البورصات في جميع العالم تشهد تراجعات حادة جدا في اليام الأخيرة بورصات العالم شطبت 12 تريليون دولار من قيمتها السوقية تريليون دولار هو ألف مليار نتحدث عن مبالغ ضخمة جدا بورصة نيويورك اليوم أوقفت حركة التداول لأول مرة من 2008 بسبب التراجعات الحادة يعني بشكل عام للبورصات عندما يحدث تراجعات حادة جدا في مرحلة معينة يتم وقف التداول لتدارك الوضع فنتحدث عن أسواق مال في حالة هلع شديد عن انهيارات في أسعار الأسهم لشركات وقطاعات كاملة إذا كان في كل شركات السفر السياحة النقليات شركات الطيران شركات النفط هناك تراجعات حادة في جميع هذه الشركات وفي هذه القطاعات في المقابل هناك أيضا أزمات هناك حالات يعني التدهور هي في الطريق للانهيار لصناعات وقطاعات كاملة في الاقتصاد وعلى رأسها مرة أخرى قطاع السياحة قطاع الطيران قطاع الترفيه هناك يعني حالات إلغاء لفعاليات ترفيهية واقتصادية في غالبية دول العالم بسبب هلع الكورونا نحن الآن في حالة التدهور أين سيقف أين سنصل وكيف سيتم وقف هذا التدهور لا أحد يعلم هذا بصورة عامة أستاذي لكن بصورة خاصة يعني إذا تحدثنا عن إسرائيل كوضع خاص ما هي تدعيات وتأثيرات هذه الأزمة عليها مرة أخرى أسواق المال في إسرائيل تراجعت أيضا بشكل حاد هذا الصباح أيضا خفضت بنسبة 7% المؤشرات البورصة في تنبيب 7% في أسواق المال هي نسبة كبيرة جدا جدا هناك يعني خوف من وصول بعض الشركات إلى حالة انهيار أو حالة خروج من السوق بدون إذا لم تتدخل الحكومة ولم يتم ضخ أو توفير حل عمليا لهذه الشركات قطاع السياحة مضروب بشكل كامل قطاع السفريات مضروب بشكل كامل شركة العال أعلنت عن إقالة ألف مستخدم في الأيام القريبة نتحدث عن النسبة كبيرة جدا وبما أنه بالاقتصاد هناك ما يسمى إفكت الدومينو يعني مجرد ما بدأت ما وقع أول حجار تتدرج بالضبط فهناك يعني كما ذكرت في قطاعات كاملة هناك حالة شلل والخوف أو الخشية هي أن تتوسع دائرة التأثير لتجمل قطاعات أخرى مرتبطة بهذه القطاعات يعني ذكرت في حديثك وفي تعليقك على السؤال الأول ما حدث في 2008 والضربة الاقتصادية العالمية أنذاك هل تتوقع أن يقول أو تقول بنا الأمور إلى مواجهة نفس هذه الموجة ونفس هذه الضربة في هذا العام بسبب كورونا هناك يعني شيء يميز ما يحدث الآن عن باقي الأزمات الاقتصادية التي تشهدها العالم في العقود الأخيرة حتى يعني عندما تحدث عن 2008 تحدث عن أزمة مالية هي من إنتاج البشر يعني هناك كان قرارات اقتصادية خاطئة بنوك انهارت ولكن الأمور كانت عمليا كان مفهوم شو الأسباب صنوع القرار كانوا فهمين شو الأسباب كان هناك توقعات وخطط وبرامج للتخلب على هذه الأزمة وبالتالي كان من السهل نسبيا تدارك الأمور الآن في حالة حرب مثلا يعني الأخ من إيطاليا حكى أنه هناك حالة شبهة حالة حرب في حالة الحرب القرار بيد البشر يعني الصنوع القرار إذا كان سياسيين هم الذين يقررون متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي ويستطيعون التحكم بها ما يميز هذه الأزمة هو عدم قدرة أي شخص أي دائرة صنع القرار على توقع المستقبل يعني يمكن خلال أسبوع قليلة يتم إيجاد لقاح وعلاج لهذا الفيروس وبالتالي تتوقف الأزمة ونبدأ في مرحلة التعافي ويمكن أن فجأة يصل الفيروس إلى ملايين البشر وتنهار القطاعات الصحية والله أعلم إلى أين سنصل حالة الضبابية أخ مصطفى هي العدو الأكبر للاقتصاد في القرن الواحد والعشرين الاقتصاد مبني الاقتصاد الرأسمالي بشكل عام مبني على ثقة بالمستقبل نحن نتوقع أن المستقبل سيكون جيد أن هناك نمو اقتصادي أن هناك في حالة جيدة نسبيا فبالتالي يمكن للإقتصاد أن يتوقع وأن يتم منح قروض يتم منح إتمان للشركات في حالة ضبابية للوضع الاقتصادي هذا أخطر وضع وهذا يترجم حاليا في حالة الهلع التي تصيب البورصات وأسواق المال وحالة التعافي أيضا لم أكن مخطئة ستتطلب الكثير من الوقت حتى يعود العالم اقتصاديا إلى طبيعته خبراء الاقتصاد حاليا يقولون أن 2020 انتهت 2020 كسنة ستكون سنة سيئة جدا حتى لو تم التغلب في الأيام القريبة أو في الأسبوع القريبة على هذه الأزمة مرحلة التعافي ستتطلب أشهر طويلة جدا فبالتالي 2020 هي سنة تراجعات على مستوى العالم ولكن مرة أخرى في اللحظة التي يتم الإعلام فيها عن إيجاد حل مسألة التعافي كل الوضع سيتغير لأنه سيكون هناك نوع من التفاؤل في الأسواق العالمية والأسواق المحلية أيضا وهذا سيكون بداية الطريق للعودة للمسار الصحيح نتحدث قليلا عن ما يسمى بسلوكيات المستهلكين وتأثيراتها على ربما تلقي ضربة الضربة الاقتصادية والتعامل معها أو التقليل من تأثيراتها ماذا تقول عن ذلك؟ السلوكات المستهلكين على مستوى أفراد حاليا لأنه ما فيه كمان مرة وضوح ولأنه ما فيه قرارات على مستوى الدول أو مستوى حكومات التي تطمئن هناك حالة من الخوف المبرر فسلوكيات الناس هي سلوكيات انكماشية كما تسمى في الاقتصاد يعني أنت لا تتوقف عمليا أو تخف بشكل كبير حالة الاستهلاك للأمور الأخرى باستثناء طبعا الأمور الضرورية هناك حالة هجوم على الشبكات الناس كما في حالات الحرب نبيل بالضبط كما في حالات الحرب الناس تحاول أن تخزن مؤونة وأن تحاول أن تتدارك الوضع هناك أيضا حالة هروب من البورصات من الاستثمارات المالية وأجميع في حالة تأهب ومراقبة للأوضاع حتى تضضح الصورة يعني في حال أردنا المقارنة بين سارس في عام 2003 وكورونا في 2020 اقتصاديا أو بتأثيراته الاقتصادية ماذا ترى حتى الآن؟ السارس بالمناسبة بيولوجيا نحكي عن نفس عائلة الفيروسات ولكن السارس في 2003 كان محصور جدا في جنوب شرق آسيا وفي الصين وتم الضبطه بسرعة وإيجاد العلاج واللقاح الصحيحي فبالتالي لم تتوسع الأزمة لتصل إلى العالم وكل العالم وأصلا السارس يعني عدد الضحايا السارس كان أقل بكثير من عدد الضحايا الكورونا بتوقع بحدود الألف وشوي فبالتالي كانت فترة قصيرة جدا وتم التغلب عليه بسرعة حالة الكورونا لا تشبه حالة السارس في الوقت الحالي مرة أخرى بسبب ضبابية المشهد المستقبل ربما فقدت إمكانية أن تتمهى أو تشبهها أو تتقاطع معها بأي مستوى لأنها أكبر كما ذكرت من قضايا الدول الكبيرة والتعامل مع اقتصادها إلى المصالح الصغيرة أيضا في بلادنا وهناك من يتابعنا الآن وهو في حيرة من أمره حول ما سيحدث اقتصاديا وتأثيرها على مصلحته الصغيرة ربما في بلدة عربية هل هناك من توصية أو هناك من رسالة تود تمريرها لهم يعني ما يحدث في القطاع في المصالح الصغيرة هو عمليا أو الخوف هو من حالة انكماش فيها السوق ويعني بالعرب يوجد في شغل أو كمان في قطاعات أخرى تتأثر بشكل مباشر كل أي قطاع أو أي مصلحة لها علاقة بالصين من قريب ومن بعيد إذا كان باستراد أو كان بتصدير أو كان بتصنيع تتأثر بشكل مباشر من هذه الأحداث النصيحة الأساسية هي الترقب وضبط يعني ميزانية المصلحة بشكل جدا جدا محكوم هناك حديث الآن عن خطوات حكومية وهذا أيضا يعني حديث يجري في غالبية دول العالم أن تقوم الحكومات بتوفير ضمانات عمليا إتمانية من خلال قروض لفترة قصيرة لتسليك الوضع يعني للمصالح الصغيرة هناك حديث عن توفير صندوق محلي في إسرائيل بحوالي أربع مليار تشاكل ما يميز يعني ما يميز الحالة الإسرائيلية هو عدم وجود حكومة يعني كمان بالإضافة إلى كل كل المشهد وتعقيداته هنا لا يوجد حكومة ولا يوجد ميزانية أصلا مصادقة عليها الميزانية الإسرائيلية تعمل بحسب مبدأ الواحد على الاثناش يعني هي أخذت آخر ميزانية 2019 واستمرت فيها 2020 هذه الميزانية غير مهيئة لتحمل ضربات كبيرة وغير مفاجئة وأي مصروف إضافي في هذه الميزانيات يقططع من المبلغ الموجود فبالتالي يؤثر على الجوانب الأخرى في الميزانية أشكرك الخبير الاقتصادي نبيل أرملي شكرا لك اشتركوا في القناة